الاهم تركيز ثم التركيز ثم التركيز ولازم الثقة الثقة تبقى واصق تبقى واصق وعارف ان انت نادي الزمالك انت لقى من نادي الزمالك بس بس الناس عملا تقول ايه لا لا تراجع اقوى بكتير لا لا تراجع بكرة يكسب الزمالك لا 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 عيبة جماعة عيب وعجبني جدا تصريحات كابت النبي المعلول النهارده المديل الفاني للترجي اللي قال قال كده قال انه حتى لو الزمالك نتاجه في الفترة اللي فاتت ما كانتش جيدة بس الزمالك نادي كبير فريق كبير ولعبته كبيرة فانت بكرة ما تخشش المباراة وانت حافل معك النتاج اللي فاتت دي لأ هكذا انك بدأ صفحة جديدة بكرة بسم الله الرحمن الرحيم الزمالك هيبدأ الموسم بتاعه بكرة والمناسبة يعني زمالك لو كسب الترجي بكرة في أمور كثيرة هتختلف ثقة وعودة مرة أخرى في البطولة الأفريقية ثقة في البطولة المحلقة الحال هيختلف الحال هيختلف المهم إنك تبقى مركز بكرة جمهور نادي الزمالك عليه دور كبير جدا جدا دي مباراة صعبة طبعا مباراة صعبة أنا طبعا مش بنصح جمهور الزمالك اللي هو أكتر حاجة في منظومة نادي الزمالك ثابتة المستوى يعني كل حاجة بتتغير في الزمالك إلا الجمهور نادي الزمالك دايما ثابت في المستوى دايما داعم دايما واقب جنب فريقه في السراء والضراء طول الوقت معروف عن جمهور الزمالك كده بكرة ساند وشجع ودعم وخليك هادي وانت متحمس شوف غريبة شوية خليك هادي وانت متحمس يعني تحمس وشجع فريقك قوي قوي واندهب اسم نادي الزمالك وشجع لعائبتك بس ما تغضبش بسرعة المباراة تسعين دقيقة واكتر بالوقت الضاية ازبر هدف واحد يرجع الزمالك طبعا ممكن الزمالك يلعب مباراة ان شاء الله من دقيقة الأولى يلعب مباراة عظيمة بس ممكن يلعب مباراة كلها مش جيدة بس هي نتيجة سفر سفر استنى لللحظة الأخيرة وهيتعادل وهيسجل هدف ويفوز ان شاء الله اشتركوا في القناة